تسلمت مملكة البحرين اليوم رئاسة الدورة المقبلة لحوار التعاون الأسيوي للفترة من 2021-2022 بحضور سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي السيد مولود جاويش أوغلو وزير خارجية الجمهورية التركية رئيس الدورة الحالية للحوار وأعرب سعادة وزير الخارجية عن تقديره لجميع الدول الأعضاء على ترحيبها بمملكة البحرين بصفتها رئيسا لحوار التعاون الأسيوي تحت شعار التعافي الأخضر في المجال الصحي ما بعد الجائحة وقال سعادة وزير الخارجية إنه لمن دواعي سروري أن أعلن عن مدينة نوشهر في الجمهورية التركية عاصمة للسياحة لحوار التعاون الأسيوي للفترة القادمة وأهنئ تركيا على هذا الإعلان وقال الزياني إن الدول الأعضاء سوف تحتفل في العام المقبل بالذكرى العشرين لتأسيس حوار التعاون الأسيوي معربا عن تطلعه إلى نتائج ناجحة ومثمرة للاجتماع الوزاري الثامن عشر لحوار التعاون الأسيوي الذي سيعقد في المنامة في العام الفين اثنين وعشرين مجددا دعوة مملكة البحرين لاستضافة الاجتماع الأول للأمناء العامين للمنتديات والمنظمات في آسيا وأضاف أن تجربة مملكة البحرين الخاصة في ضمان التنمية المستدامة وتعزيزها برهنت على أهمية التعاون الفعال مع أصدقائنا وشركائنا في جميع أنحاء آسيا مشيرا إلى أن تقدمنا الوطني وإنجازاتنا حتى في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية مثل جائحة كوفيد-19 الحالية قد أظهرت أهمية وجود خطط وأهداف تنموية استراتيجية واضحة والتي وضعتها حكومة مملكة البحرين مسترشدة بالتوجيهات الملكية السامية ودعم ومساندة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مؤكدا أن مملكة البحرين تسعى إلى تعميق التنسيق والتعاون مع الشركاء في حوار التعاون الآسيوي مؤكدا عزم مملكة البحرين على مواصلة مساهمتها النشطة والفعالة في تحقيق أهداف حوار التعاون الآسيوي مؤكدا عزم مدفئ د facكية